هي مش أقول عليها أزمة ولكنها مشكلة وأثرت حالة جدى للفترة الأخيرة جدا فكرة مين يشيل شارت كابتن منتخب مصر يعني مين نحسبها إزاي ودي الحقيقة يمكن مرتبطة بعدد من المعايير اللي بالتأكيد اتحاد الكورة والجهاز الفني بيبقى له رأي فيها في رأي يعني الموضوع ملوش علاقة بالأقدمية يعني فكرة الأقدمية دي فكرة عفع عليها الزمن أنا بيتهيها لأنه شرط القيادة دي لها متطلبات وفيها صفات أو سمات شخصية لابد أنها تتوفر في قائد المنتخب بصرف النظر عن هو بيلعب مع المنتخب المصري بيقال له قد إيه فكرة أنك أنت تقود فريق خصوصا فيه أوقات وفي مواقف ممكن تتعرض فيها لصعوبات وممكن كتير جدا تواجه مواقف محتاجة قائد يجمع المنتخب ويكتاز بيها المراحل دي أعتقد دي حاجة ملاش علاقة بالأقدمية على كل أحوال كابتن حسين قرر يأجل الموضوع ده والكلام على المعايير الخاصة بشرط الكابتن لغاية بعد معسكر مانس ترجمة نانسي قنقر